بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ننتقل الآن إلى الدرس السادس عشر العمل لكسب الرسم تظهر الصور الموجودة أعلى الصفحة بعضا من المهن التي تتعلق بالحديث الشريف والذي يحث على العمل والكسب الحلال فالصورة الأولى تظهر نجار يقوم بعملية التصنيع لأثاث أو غير ذلك وأما الصورة الثانية فتظهر الخباز الذي يقوم بعملية صنع الخبز وأما الصورة الثالثة فتظهر عامل البناء الذي يقوم بعملية البناء ننتقل الآن إلى قراءة الحديث النبو الشريف والمقرر حفظه من قبل الطالب عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ومعنى قط أي أبدا وأما عمل يده فهو ما يحصل عليه الإنسان بكسبه واجتهاده في الحديث الشريف كما ذكرنا سابقا حث على العمل والكسب الحلال فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا هنا أن أفضل ما يأكل الإنسان من طعام أو يكسب من رزق فهو ما كان بجهده وعمل يده ويضرب لنا مثالا على ذلك نبي الله داود عليه السلام الذي كان يعمل في الحدادة وقد كان أنبياؤنا يكسبون رزقهم بعمل أيديهم فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة وموسى عليه السلام كان يعمل برعاية الغنم فهؤم أنبياء الله اعتمدوا على أنفسهم وجهدهم وعملهم في تحصيل رزقهم ولم يتوكلوا على الله فحسب فالتوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب والصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا من أنبياء الله قدوة لهم فالزبير بن العوام عمل خياطا وكان عبد الرحمن بن عوف يعمل في التجارة وكذلك أبو بكر وغيره من الصحابة ننتقل الآن إلى النشاط الموجود صفحة 54 استنتج مهنة النبي موسى عليه السلام من الآيات الكريمة قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وليفيها مآرب أخرى رعاية الأغنام ننتقل الآن إلى النشاط الختامي استنتج من الحديث الشريف مفهوم الكسب الحلال وأدونه في دفتري هو أن يبدل الإنسان وقته وجهده في سبيل تحصيل رزقه مع التوكل على الله ننتقل الآن إلى أختبر معلوماتي صفحة 57 السؤال الأول أكتب المهنة التي كان يعمل فيها النبي أو الصحابي في الجدول الآتي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المهنة التجارة نبي الله داود عليه السلام الحدادة الصحابي أبو بكر صديق رضي الله عنه التجارة الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه التجارة السؤال الثاني المقصود بعمل يده في الحديث الشريف هو الفرع با ما يحصل عليه الإنسان بكسبه واجتهاده